نخلونا نشوف مع بعض مأدير المعصوم على الشاشة معانا طمر حلو قوي معانا عسل يا عسل أيامك معانا العجينة اللي هي بعجينة المعصوم طبعا عايزين نعرف حضراتكم دي تعملت ازاي نفس مأدير القطايف جبهنا كده مخرجنا الجميل الله يوفاك اهي اهي شفتوا دي اهي معايا اهي المأدير على الشاشة والصورة الحلوة تتحدث عن نفسها بتعملي شوية قطايف من العجينة دي اللي هي عبارة عن دي اسمر نفس دي اللي احنا استخدمناه في العجينة بتاعت المرجوك مع شوية ملح مع شوية سكر ومية دافية بتقلبهم كويس مع سنة بيكن باودر عشان تبقى العجينة هشة معاكي واخدى سكة القطايف بدل الخميرة عشان تاخد خميرة دي وتسيب العجينة لمدة 15 دي وتجيب طاصة حلوة كده وتعملي 20-30-40 واحدة اهو بالشكل ده كده اهو ومعانا الطمر ومعانا العصر حلو الكلام لغيت كده زي الفل ومعانا موز الموز ده اختياري حسب الرغبة نبدأ نشتغل في الموضوع ده كده تاسع النار ونجهز الطمر بتحط معالات سمنة حلوة حلو بنحط على السمنة دي عم الشيف الطمر الحلو ده كده خلي بالك شيك عليه كويس عشان فيه ممكن تطلع نواية كنت تكون عزمة حد تيجي النواية دي تحت سنانه اصداها ولو حماتك عزماها يا ويلي مش هتخلاص وهي بتيجي النواية كده يعني انا بسل كنت تلفيني مسلا ايه تلتميت تربو ميت حابة سنبوسا فكنت تلفها وحطت معاها سنوبر الواقع دي حصلت معايا بالفعل فالدبوس اللي ماسك الكيس بتاع السنوبر فك من غزبا عنه ففيه عزومة وفيها ناس كده يعني شخصيات حابة الدبوس دي تيجي مع واحد شخصية مهمة كان يوم يعني بتخصم شهرين شهرين كنت راضي لانا استاهل فانا ما اكلمك في حاجة ديش خبرة انت نفس القصة خالت النواة من الطمر شيل النواة وتأكد وشيك عليه كويس عشان لو انت عزم حد وجات وتكسرت سنانه واخدعين نحنا عمرنا ما تعزمنا برا يا مغاز اليوم اللي يتعزم فيه سنانة تقع وانت مش قصد يا عين اهو الطمر هنا اهو يسيبه كده على النار انا بطريه شوية لانه ده طمر طازة يعني اه مش من العجوة نخلي بالك اه ونحط شوية مية ونسيبه على النار كده زي الفل تمام نخش نكمل موضوع المعصوم الموز عندنا اهو نجيب سكنة صغيرة كده نسكنة الحلوة بتاعاتها دي كده وفي قلب ما احنا معانا بقى العجينة بتاعت الايه المعصوم اللي احنا عاملنا عجينة القطايف اه يتعزم معايا اه حل الطبق ده بقى حلو عالصفرة او عالصحور جميل جدا الموز كلنا عارفين انه غني بالبوتاسيوم الطمر طبعا مش محتاجين ان احنا نتكلم عنه ولا هو مش محتاج اصلا السنة النبوية طبعا في رمضان الطمر ده لازم فيكونه في كل بيت كمان واحدة انا بحب الموز مستوي ويفضل انك تجيب الموز المستوي في الاكلة دي بالذات متجيبش الموز الناشف اللي هو لسه بستواش حل معلات السمنة اللي انا حطيتها بتطريل الطبر ده كده اللهم صلى عني تجيبي معلقة ممرش عليها لبصلة ولا تومة ونهرس كده حل الموز يستوي مع الطبر فيه نباحة كتير ياما تحط سكر ياما تحط عسل ياما ما تحطش اللي اتنين تحطيهم واحنا عالصفرة بتاعتنا حسب ما انت حبة ورغبتك يعني تاني المعلومة دي عشان دي مهمة جد عشان انا هحب تعملوا الاكلة بكل تفاصيلها كيانك روحت اعادت في السعودية وعشت مع الشعب الطيب ده كده وجيت في البصر يا انا تقول هل بعمل احلى معصوم فيه حاجتين ياما نحط للوقت سكر وعسل عليهم كده ونحط عليهم اللي عاجينا اللي احنا عاملنا القطيف ياما نحطهم كلهم على بعضيهم ونحط العسل على السفرة بتاعتنا لقدمه على السفرة حسب الرغبة لسه ما خلصت شعب ثواني بس ثواني ثواني اهو طمر وموز الف لو شفها حلقتنا النهاردة والمطبخ بتاعنا من المطبخ السعودي من المطبخ العربي العسل بينزل يتناغم مع المعصوم وعسل زهرة البرسيم عشان كده بقوله السفرة معمولة بخفة دم مصرية وعملت المرجوج واجتهدت ان انا عمله زي اخواننا في الخليج شربة الجاريش بالطماطب السنبوسة بتاعت السنبوسة بالجبنة الشيدر